شو أخباركم معكم الشيف عمار من برنامج مأكول الهناء على تلفزيون لا ممبارح الآن لحنا نعمل مع بعض تشيز كيك عطلبة بدون فرن وبدون ضيض محني ما قلت لي بلاجبني كمان يعني كانت ما بعض فصارت كيك بدون تشيز كمان سوكسي تشيز كيك أبراتب يلا شرفوا معي وهلا يا غوالي لحتى نعمل للشيز كيك أول شغلة لازم نعمل للطباقة التحتانية الطباقة التحتانية فيكن تعملوها من البسكوت وزبدة يعني مثلا باكتين بسكوت أي نوع من توفير تطحنوهم بمحضرة الطعام تخلطو لهم شوية زبدة سائلة تخلطوهم مع بعض تمدوهم بقلب القالب وبتجمدوهم والسلام عليكم أنا ما لح ساوي هيك لح ساوي لكم سوكسي تمام لح ساوي سوكسي ومدة تحت فتخيلوا قدشها لزيزة سوكسي مع تشيز كيك يعني شي خرافي من الأخير طبعا هاي حقوق هاي محفوظة يعني معايدكن بنحط ثلاث معالي أكل سكر وبدي حط أذر ثلاث معالي كاكاو بس كاكاو خام كاكاو خام بيجي مر يعني ما فيه غير كاكاو بس بدي كاسة ونص من الكاسة السحرية يعني عم نحكي عن ثلاثمائة ميلي من الحليب بسم الله ومنحرقون وهام شغلة تظلوا عبتحركوها لحتى يتجانسوا مع بعض وأول ما بلش يغلي معي بنزل عليه ميتة جرام من الزبدة وهلا بعد ما تأكدت انه دابت الزبدة مية بالمية بننزل بميتة جرام شكاليطة الشكاليطة الغام أنا اللي عم بستعمله بسم الله بتركو عنار نايصة وبجيب باكيتين بسكوتة سامي مو هيك انتو تسموها مو بسكوتة سامي خليني نكسرون لا لا هي صغيرة بده تلبكني خليني يحطون بواعة كبيرة بتعرفوا جاني واعة شايفين هو صخن بسم الله عطونا واحدة الله يبارك لأغوالي شايفين هاد القوام يلي أنا بديها عندي شوية جوز هناك قدر معلقة كلها حطون نص معلقة قرفة بودرة وهلأ خليني بس اش هوني في كم شمت شوكالات شايفين واخلط هدولة كلهم مع بعض بسم الله والله بتتحمل بقية الظرف برياحة يعني بدنا باكيتين بسكوت أنا هيك شايف ما بعرف انتو شو شايفين بتتحمل ما والله بتتحمل تعي يا غالي وهلأ يا غالي بدي ادعاكم كلهم مع بعض ضعكا مبرحا يعني مو كيف ما كان وهلأ يا غالي بدنا شو بدنا قالب تشيز كيك اش باري يكون قياسه تقريبا شي 28 اي 28 يلا هه وهي القالب وكمان بدنا يكون مدهوم بالزيت نعم وبعطينه مدهوم بالزيت خالص حاطينه لوقتات زيت وداهنينه على الدايرة هلأ منجيب الخليط لسه ما برد الخليط انتو برد يعني لسعته دافي هلأ باخد من الخليط وبعبي بالقالب بدي عبي سفل طبقة تقريبا هيك شي مص سانتي او واحد سانتي وبدي عبي لجناب يعني حابب اعمله انه يكون له جناب كمان مو بس انه سفل احيان بعمله تشيز كيك مسلا بس بالسفل احابب بيكون له كمان جناب قدر الامكان هلأ خليني ااخد من الخليط شايفين خليط شو متماسك بس بحطه و بمده ولا ابسط من هيك كتير كتير سهلة الوصفة يعني هذا شغلي بتبايد الوش يعني قدام المعزيم شيز كيك سوكسي اختراع الشيف عمر اللي أولو يعني ان شاء الله وشك ابيض قدام المعزيم مات إليه يعني بتقديلون هذا سوكسي شيز كيك شغل أبراتيب بس عملت طبقة منيحة يعني طبقة شي واحد سانتي شغل عماك أبراتيب وهلأ هدا بدي أاخده وسكر عليه وحطه بالفريزة لحتى يتجمد بهذا الوقت شو بكون ساويت خليط لشيز كيك بينما يتجمد يلا وهلأ يا هوالي لحتى نعمل خليط لشيز كيك بنحتاج كم مكون ثلاثة بس أول مكون معي هو الجبنة الجبنة الكريمية ثاني مكون بديها اللي هو المحلي فأبدي استخدم سكر السكر بستعمله بودرة لأن السكر البودرة سريع الدوبان يعني بيدوب بشكل أسرع هاخلط أول شي الجبنة مع السكر لحتى يدوب سكر بودرة حصرا السكر الناعم بيقرمش بقلب اللي تشيز كيك ما بتطلع ناشحة معكون طبعا ما هنحط بيض يعني شانا راس ما توقع المرضى بيض هلأ خليط نخفوق فيه ثلاث دقائق أبضل عم بخلط لحتى أتأكد انه داب السكر هاي نقطة كتير مهمة ما تلكون قديش عندي كميات عندي دايما كميات متساوية نص كيلو جبنة نص كيلو كريمة أي 500 جرام من الجبنة الكريمية طبعا القالب العرساوية أنا قالب كبير تقريبا 28 سنتي قطرو 500 جرام كمان عندي كريمة بس الكريمة منين جبتها من التلاجة باردة مثل البوز لازم تكون باردة لحتى تكبر وتكبر وتكبر ويضاعف حجما خليني أخلطهم كتير منيح لحتى يضاعف الحجم على الآخر شوفوا يا غوالي شوفوا شايفين قوام هاد القوام اللي بديياه عندي مو دافية بجيب كاسة ايه يقدر معلقتين أكل مو دافية بدي حط عليهم قدر معلقتين صغار من النسكافي النسكافي حاف مو تروح تجيبلي نسكافي تلاتي بواحد وتحطه لا ما بيشتغل يرضى عليك نسكافي بلاك يعني هذا السادع يعني تمام هاي المو يدافية هلا بحط عليها النسكافي وببلش نزل النسكافي أنا وعم بخلط بسم الله شوي شوي اللون خرافي يا جماعة والطعمة خرافي أكتر خيرا هنطلع هلا السكسي من وين والفريزة نفتح من عليها شايفين كيف مغطية أنا ها لازم نغطيها مشان ما تنشف وهلا مناخد من الخليط ومنفضي فوقها بسم الله بعد ما ليسنا الوش يا غوالي كانو عمل ليس حيط يعني ساونا هيك مستوى واحد وساوناها سماكة واحدة شو منساوي منجيب الستريت شو منعمل الحركة السحرية طبعا ها شايفين شلون ليش؟ لانه هلا إذا حطيتها أنا بالفريزة شو بيصير؟ بتصير تعطي هيك تلج جواتها فاديروا بالكم هاي النقطة مثل واحدة بيعمل بوزة بتصير هيك تعطي تلج جواتها خلص غطيناها هيك كتير منيح وهلا خلينا نحطها بالفريزة لانه أنا جوعان ما فيني يتحمل ساعتين وبعدها بنظبط الوش طبعا بنشكله سلو اموره وعلى الأكل وهنا جهزنا الشيكوليتة وعبينا حالنا نحط على الوش شوكوليتة يا غوالي حاجتها بالفريزة بسم الله شايفين شلون مسكر عليها هلا عندي هون قناش يلي هو فيكن تعمنوه عن طريق سوس أنا مثلا عامل هون شوكولات مع كريمة بحمام مائي بجي حطه على الوش طبعا شوكولات سودا عم بستعمل لانه أنا ما كتير بحب الشغلة تكون كتير حلوة يعني خلي نزل عليها فيكن متو تحطوا أي شي تاني إذا ما بتكن تحطوا شوكولاتة يعني أي شي تاني ممكن تحابين تحطوه فيكن تحطوه على الوش صلى بالفريزة ثلاث ساعات أما زخلتوه بالبرات كنت خلوه ست ساعات وهلأ صارت جاهزة يا غوالي بسم الله خلينا افتحها الشيز كيك عمك أبراتب صار جاهز يا غالي لا فرن ولا بيض ولا هم يحزنون شوكولاتة عاملة طبعا مخيفة بس شيف لي القوام بس ركز معي على القوام يلي بيدوب بالتم دوبان يا ويلي تجيك لدعة النسكافي على لدعة الحلاوة بتركز لك الأمور بعقلك يعني تكون شوم صح صح كان معكم شيف عمار والشيز كيك بدون فرن وبدون بيض وخرافي بطريقة جديدة سلام